الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الادارية ولكنه في العاصمة الادارية في مقر القيادة الاستراتيجية لقوات المسلحة اجتمع مع قادة القوات المسلحة المصرية ودار بينهم حوار وخليني اوري لحضراتكم هذا التقرير ونرجع نتكلم على هذه الزيارة اللي تضمنت عدة محاور مختلفة النهاردة من العاصمة الادارية نشوف تقرير الاول ونرجع تاني اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة مع الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بانشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة كما تطرق اللقاء الى تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الامن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة هذا وقد اشهد السيد الرئيس بالجهود التي تبدلها القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل اليها والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة العدائيات والتهديدات المحتملة فضلا عن مساهمتها في دعم مقاومات التنمية وانجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين